المتابعين في المملكة العربية السعودية أسعد الله صباحكم بكل الخير وإليكم الآن النشرة الجوية اليوم الخميس إن شاء الله بتسود معظم مناطق المملكة أجواء حارة باستثناء المنطقة الشمالية إذ هناك أجواء باردة نسبيا بتسيطر على مناطق الشمالية نستعرض وإياكم درجات الحرارة متوقعة بإذن الله لهذا اليوم في العاصمة الرياض نهارا بتسجل 36 درجة مئوية مع يوم مع أجواء غائمة جزئية الملموسة 33 نسبة الرطوبة 21% وسرعة الرياح 21 كم في الساعة نستعرض الآن درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة تداءا كالعادة شمالا واسكاكا نهارا بتسجل 25 ليلا 14 عرعا 26 درجة مئوية ليلا 12 تبوك أجواء مشمسة 25 درجة مئوية أما ليلا تنخفض لـ 21 درجة مئوية ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية بداءا مع أبها نهارا 27 درجة مئوية أجواء مشمسة وصافية 16 ليلا الباحة 25 درجة مئوية نهارا غيوم تفرقة 16 تنزل ليلا جازان أجواء حارة 35 درجة مئوية أجواء مشمسة وصافية أما ليلا تنزل لـ 26 درجة مئوية ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام نهارا أجواء حارة 36 درجة مئوية ليلا 23 حفر الباطن أيضا 36 درجة مئوية نهارا مع أجواء حارة وـ 24 درجة مئوية بتسجلها ليلا أما الإحساء 39 درجة مئوية وأيضا أجواء حارة نهارا ليلا تنخفض لـ 25 درجة مئوية ننتقل أخيرا إلى المناطق الوسطى مع العاصمة الرياض نهارا 36 درجة مئوية ليلا 26 بريدا أجواء حارة نهارا 35 درجة مئوية ليلا 23 وحائل نهارا احتمالية لهطول زخاتم الأمطار 30 درجة مئوية نهارا وـ 15 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا متابعينا هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة تابعونا في تفاصيل نشراتنا القادمة بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر